تقدم اخر تحرزه قوات الجيش الوطني على ابواب صنعة يوما بعد اخر تتسع معارك طوق العاصمة وتسيطر قوات الجيش والمقاومة على اماكن استراتيجية من شأنها اعادة ترتيب المعادلة العسكرية برمتها وبعد ان حرصت الميليشيا وحلفها على ابقاء جبهة نهم بعيدة عن خط التماس في سبيل ان تكون صنعة خارج مسرح القتال الا ان ذلك لم يمنع الجيش والمقاومة من السيطرة على جبلي بني فرج والمجاوحة المطلين على مركز مديرية نهم شرقية العاصمة مصادر في المقاومة قالت ان هذه السيطرة جاءت بعد انتفاضة للأهالي ضد الحوثيين في المناطق وانضمامهم للمقاومة في حينما تزال المعارك مستمرة وعلى اشدها بين الطرفين يقول مراقبون ان هذا التقدم هو الاقرب في اتجاه العاصمة منذ سقوطها اذ لا تزال مداخل المدينة الثلاثة بعيدة عن مرمى الجيش الوطني كما ان المسافة الفاصلة بين المعارك الدائرة اليوم وبين العاصمة بتضاريسها المعقدة لن تأخذ وقتا طويلا في حال تم الركون الى استراتيجية الحسم العسكري هكذا اذا انقلبت المواقف وتغيرت موازين القوى وما تزال معركة تخوم العاصمة في انتظار الحسم ترجمة نانسي قنقر